اشتركوا في القناة انا بندعو الله ان شاء الله انه يحمل كل الخير والبركة لمصر كما انتهز الفرصة طبعا لأهنئ مواطنين المصريين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد ويا رب تبقى كل هذه السنة كلها أعياد ومناسبات سعيدة على مصرنا الحبيبة وعلى كل الأمة العربية والإسلامية ان شاء الله الحقيقة يمكن احنا تابعنا وبنتابع دايما نبض الشارع والرأي العام وكل ما يوثار من تعليقات ونقاط للحكومة ويمكن كنا بنتابع على مدار الأيام الماضية ما وجه للحكومة من بعض الملاحظات والنقد فيما يخص رفع أسعار بعض الخدمات والسلعة وخليني اسمحولي يمكن ان انا انتهز الفرصة دي ان انا خاطب المواطن المصري وأشرح له الموقف بالتفصيل ويبقى أيضا كل المعنيين بالشأن العام والرأي العام على بينة من اللي بتقوم به الدولة المصرية النهاردة في الانحياز للمواطن المصري البسيط الحقيقة يمكن انا عايز ارجع لما بدأنا برنامج الاصلاح الاقتصادي في مرحلته الاولى من 2015 و2016 أي خبراء اقتصاديين واسمحولي النهاردة حتكلم اقتصاد كتير شوية كانوا بيؤكدوا ان اصلاح اي اقتصاد بيبدأ بترشيد اوجه الانفاق اللي ممكن النهاردة الدولة بتتسبب في زيادة مصرفاتها وبتؤدي الى خسائر كبيرة جدا لموازنات الدولة ومن شأنها انها تتسبب بعد كده في زيادة ديون الدولة وتحميل الدولة اعباء مالية كبيرة وعندما بدأنا برنامج الاصلاح الاقتصادي في هذه الفترة كان هناك تركيز على ترشيد الدعم وكلمة ترشيد الدعم هنا يعني ان احنا مش بنوقف الدعم بالعكس احنا عايزين نضمن انه لما الدولة بتتدخل بالدعم بتتدخل بحيث انها يصل الدعم للمستحقين الحقيقيين ونفيد المستحق الحقيقي واللي هو الفئات محدودة الدخل وعشان كده الدولة المصرية وحضركم تتذكروا دخلت في برنامج في هذا الوقت في ترشيد منظومة المواد البترولية وتحط برنامج لهيكلة تعريفة الكهرباء والمية والغاز وكل دا كان هدفه ان في كل خدمة منهم الدولة تصل ان اللي بيحصل ان يكون هناك دعم تبادلي جوه كل قطاع بمعنى ان ننتهي بعد فترة زمنية معينة ان قطاع الكهرباء ما بيبقاش بيحمل الدولة اي اعباء مالية ولكن داخل الشرايح في شريحة بتدعم شريحة اخرى ولكن المجمل ان الدولة لا تتحمل اعباء او تتحمل مبالغ زهيدة ومشينا بكل النجاح في هذا البرنامج لغاية سنة 2021 وانا عايز بس ادي لحضراتكم رقم لان ابدأ اشير بعد كده الارقام مهمة جدا سنة 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية غير فقط دعم انبوبة البتجاز وكنا وصلنا ان كل المواد والمنتجات البترولية بتغطي بعضها البعض البترول والسولار والمزوت كله بيغطي بعضه وبالتالي كان الدعم الوحيد المتبقي جوه موازنة الدولة انبوبة البتجاز وكان كام؟ 18 مليار جنيه وارجو ان احنا نتذكر الارقام بصورة واضحة لان حقول النهاردة ارقام كبيرة جدا يبقى كان هذا البنت بيقول هذا الكلام سنة 2020 احنا بدأنا من نفس الفترة تقريبا من 18 بدأنا منظومة لتخفيف الدعم او الخسائر اللي بتتحملها وزارة الكهرباء وقطع الكهرباء في فطورة الكهرباء الاجمالية وفيه في مؤتمر معالي وزير الكهرباء وقف في سنة 2020 وقال احنا حطين خطة ان احنا ننتهي بالكامل من الدعم الخاص بالكهرباء بحلول عام 2023-2024 وقال بشرط ان يكون الدولار زي ما هو بسعر 16 جنيه للدولار وحط خطة واعلنها ونشرت في الجريدة الرسمية بالزيادات اللي حتحصل سنة بسنة لغاية 23-24 و24-25 طيب ايه اللي حصل اللي حصل ان الدولة المصرية طبعا زي العالم كله وجهنا بازمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم وكل العالم بيكلم على هذا الموضوع من 50-60 سنة بدأنا بكورونا ثم بدأنا بعد ذلك بالحرب الروسية الاوكرانية والازمة التضخم العالمية الكبيرة جدا 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 اللي زودت اسعار كل شيء واللي ضغطت على الاقتصاد المصري وقدت الى اختلاف سعر الصرف بالنسبة بين الدولار والجنيه اللي وصلتها النهاردة للارقام اللي حضراتكم عارفينها ان السعر الرسمي النهاردة ان الدولار 31 جنيه طب الكلام ده كان اعباء على الدولة ازاي في خضم هذه الازمة كل دولة لان الحقيقة كانت ازمة علامية طاحنة كل دولة اختارت مصر ليها دول كثيرة جدا لقيت ان فروق اسعار هذه الخدمات لن تستطيع كحكومات او مبدأها كحكومات انها لا تتحملها فحملتها على المواطن وزادت اسعار هذه الخدمات الاساسية في العديد من الدول طيب الدولة المصرية كان قرارها ايه في هذه الفترة القرار اللي كان الاستراتيجي في هذه الفترة لان احنا كنا الحقيقة وتحديدا وخليني اتكلم بمنتال وضوح اعتبارا من سنة 22 ومنتصف 22 لما بدأت الازمة الروسية الاوكرانية ان احنا نحاول بقدر الامكان نتحمل عن المواطن الاعباء الكبيرة اللي بدأت تظهر فيما يخص التضخم وارتفاع الاسعار وكانت ابتدت فعلا موجة تضخمية في بدايتها فاخدنا قرارات استراتيجية في هذا الوقت كدولة ان احنا لا نزيد اسعار الخدمات الرئيسية ولا العديد من السلع الاستراتيجية ونسبتها لفترات وبدأنا بستة شهور ثم رجعنا بعد كده مدناها ستة شهور اخرى ثم مبدناها المرة تلتة ستة شهور انا بتكلم هنا على قطاعات بالتحديد زي الكهرباء والمية والعديد من الخدمات الاخرى اللي احنا كنا موجودين فيها طيب احنا النهاردة نتيجة لهذا القرار اللي احنا كدولة اخدناه وبناخده عشان صالح المواطن المصر البسيط احنا كنا عارفين كويس قوي ان هناك فطورة تضخم وظهرت في العديد من السلع الاخرى واوجه الحياة فاخدنا قرار كدولة ان احنا نتحمل بقدر الامكان اعباء كبيرة جدا عن كاهل المواطن الكلام ده ادى ان الدعم ابتدى مخصصاته تزيد بصورة كبيرة جدا انا عايز اقول لحضراتكم انا حدر حضراتكم ارقام واضحة جدا لخمس خدمات وسلع استراتيجية الدولة النهاردة بتتحمل ادى ايه للمواطن المصري ودي يمكن كلها الدولة لما هنا بتكلم على الدولة انا بتكلم على كل مؤسسات الدولة لان في الاخر هذه الاموال هي اموال الشعب المصري واحنا مؤمنين على حسن ادارة هذه الاموال وازاي ان احنا نوجهها التوجيه السليم والصحيح للاجيال الحالية وللمستقبل النهاردة هابدأ بيه رغيف الخبز احنا كمصر كل يوم الصبح منذ الفجر لغاية قبل ما ننزل شغلنا كل مواطن مصري الاف المخازن بتشتغل عشان تخبز انا بتكلم هنا على الخبز المدع 275 مليون رغيف يوميا بيتخبزوا من الفجر او ما قبل الفجر لغاية قبل ما ننزل الصبح بادري ال275 مليون رغيف يوميا لما نضربهم في 365 يوم هم 100 مليار رغيف في السنة لغاية 21 كان تكلفة او الدعم اللي الدولة مخصصها لهذا الموضوع في حدود الخمسين مليار او اقل من خمسين مليار النهاردة النهاردة ان احنا ما خدناش قراءة ما زودناش كنا صعر العيش النهاردة تكلفة فطورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة الشيء التاني احنا كنا في 21 نهينا دعم المواد البترولية ولم يعد هناك عندنا دعم للصولار طيب ايه الموقف النهاردة النهاردة عشان بردو نبقى عارفين الارقام كلنا ونبقى شايفينها قدامنا كمواطنين وعارفين مصر بتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار حاليا كل لتر سولار المواطن المصري بياخدوا وبيستهلكوا الدولة بتدعمه النهاردة بخمسة جنيه يبقى دي 90 مليار جنيه الدولة النهاردة بتدعمها يبقى الخبز 91 السولار 90 الشيء الآخر التموين فاتورة التموين موجودة والدعم التموين 36 مليار جنيه البوتاجاز أمبوبة البوتاجاز برضو عشان لحضراتكم الأرقام مصر بتستهلك سنويا 280 مليون أمبوبة بوتاجاز 280 مليون أمبوبة بوتاجاز التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه نحن نبقى ب75 لما نرى الفرق 125 جنيه دول 35 مليار جنيه أخرى آخر بنت الكهرباء أنا كنت أقول لحضراتكم كان معالي وزير الكهرباء لما طلع في المؤتمر من ثلاث سنوات قال أن بحلول هذا العام اللي احنا فيه كان من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء وكان حطت خطة زيادات أسعار ومعلنة ومنشورة أنها ستتنفذ على اعتبار أن الدولار ب16 جنيه هو إعلقة الموت نحيسة اللي هو إعلقة الدولار بتسعير الكهرباء لأن الوقود اللي بيشغل كل محطات الكهرباء عندنا هو بنجيبه بالدولار بنجيبه بالدولار فبالتالي لما بجيبه بالدولار على أساس 16 جنيه غير لما بجيبه النهاردة على أساس 31 جنيه طيب النهاردة آخر أرقام الكهرباء كخسائر أو نقدر نقول كدعم اللي كان النهاردة مقرر واللي أعلنه السيد الوزير إن دعم الكهرباء وصل لتسعين مليار جنيه هذا العام فقط تسعين مليار جنيه لما أجمع الخمس بنود اللي أنا قلتهم لحضراتكم إحنا بنتكلم على دعم تلتمية واثنين واربعين مليار جنيه مقابل من سنتين كان أقل من مئة مليار أنا بس حابب إن أنا أحط قدام كل مواطنين مصر الصورة عاملة إزاي يبقى الدولة المصرية النهاردة ودي أموال الشعب المصري بنتطر النهاردة للتلتمية تنين واربعين الخزانة العامة لإن دول حجم كبير جدا بننزل نستدنهم النهاردة وبيتحطوا وبيحملين على العجز بتاع الموازن لكن كمان عندنا تحدي كبير جدا إن من سنتين كنا بننزل وبناخد سعر الفايدة لهذه القروض بأقل من عشرة في المية النهاردة بتتجاوز الخمسة وعشرين في المية يعني كل الجنية الدولة بتستدينه بتدفع عليه فايدة أكتر من خمسة وعشرين في المية منه كل دي أعباء النهاردة كدولة وإدارة منظومة دولة واقتصاد مش ممكن الاستمرار والاستدامة فيها فبالتالي إحنا تحملنا الفترة اللي فاتت وكنا بناخد كل الإجراءات إن إحنا نرجع أي زيادات اعتبارا للظروف اللي إحنا شايفينها كلنا ولكن قلنا إن إحنا من البداية قلنا إن آخر يعني إرجاء لأي زيادات حيبقى مع نهاية عشرين تلاتة وعشرين وحنبدأ ننظر في اعتبارا من العام الجديد حنتحرك إزاي في كل هذه الإجراءات لإن مش من الاستحالة بمكان إن هناك دولة ولا إمكانيات دولة ولا موازنة لأي دولة مهما كانت غنية أو فقيرة إنها تستمر في زيادة الدين والاستدانة والفجوة الكبيرة اللي عمالت زيد في هذا الموضوع إن إحنا قدرنا إن إحنا فعلا نرشد من هذا الدعم عشان كده هتكلم على الكهرباء واسمحوا لي التكلم بالتحديد عن الكهرباء النهاردة الكهرباء بيتحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه بالوحدة اللي هي كيلو وات ساعة مع الزيادات اللي حصلت النهاردة زيادات التكلفة على الدولة من السعر الصرف والخدمات اللي بتتعامل والإنفاق تكلفة الكيلو وات ساعة على الدولة مية سبعة وسبعين قرش ده التكلفة الفعلية على الدولة إحنا قبل كده الرقم ده كان أقل من كده بكتير جدا وبالتالي كان الهدف كله إن أنا بعلي للشرائح الاستهلاك العالي أوي أو الأغنية أو التجاري في مقابل إن أنا بدعم محدود الدخل النهاردة مع زيادة التكلفة علينا كل الشرايح بدون استثناء أصبحت بتدفع أو التعريفة المقررة عليها أقل من التكلفة الفعلية للدولة طيب لما جينا نزود أنا طلبت من السيد وزير الكهرباء نحط سيناريوهات إحنا إحنا مش عايزين تاني نرجع إلى المشكلة الكبيرة اللي كانت موجودة قبل كده حطونا سيناريو كوزارة كهرباء نتحرك إزاي اتحط سيناريو مرة أخرى إزاي نتجاوز الأزمة اللي موجودة واتحط سيناريو زي ما بنقول سيناريو عنيف شوية إن أنا أنهي المشكلة في خلال سنتين أقلل الدعم أو أخف الدعم شوية في خلال سنتين بس والبديل الآخر نفرد تاني المشكلة على مدار خمس سنوات عشان نخفف من وطقة تبعات الموضوع على المواطن حاجة إن أنا بكلم حشرح لحضراتكم هنا الشرايح اللي إحنا النهاردة بنحاسب عليها أنا قلت إن التكلفة النهاردة مئة سبعة وسبعين أرش الشريحة الأولى اللي هي من اللي بيستهلك من صفر الخمسين كيلوات ساعة كان قبل الزيادة اللي حصلت في بداية هذا الشهر بتمانية واربعين أرش بيتحاسب بتمانية واربعين أرش طب أنا زودته خليته قدي تمانية وخمسين أرش طب الشريحة اللي بعدها اللي من خمسين لمية كان بيدفع تمانية وخمسين أرش زودته إلى تمانية وستين أرش الشريحة التالتة اللي هي لغاية متين دي كانت 77 قرش خلناها 80 قرش يعني برضو في حدود أقل من 10 سر الزيادة الثلاث شرايح دول عشان نبقى عارفين بيمثلوا 65% من جموع الشعب المصري أنا حبيت أقول لحلالكم الأرقام اللي زادت قد إيه يعني 10 قروش على الكيلو وصاد التكلفة الفعلية للدولة متحملاها المية 77 قرش وصاد أكبر واحد 80 قرش النهاردة طيب كل ده معناقي إيه اللي حصل نتيجة لكده نتيجة للزيادة اللي أعلناها من يومين للكهرباء خسائر الكهرباء حتى تقلس بدل ما كانت 90 مليار حتبقى 75 مليار لكن مازال حجم الدعم كبير جدا طيب عشان نقدر إن إحنا نقول النهاردة ما نقدرش إن إحنا نحمل المواطن وندرك تماما مدى صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصري قلنا نفرد الموضوع على مدار خمس سنين والموضوع تبقى زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية اللي هي تمثل 65% من الشعب المصري وتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعد الاستخدامات الأخرى الاستثمارية تتحمل الموضوع عشان بعد خمس سنين نرجع تاني للي كنا بنستهدفه السنة دي إن إحنا نصل إلى تقريبا ما يبقاش في دعم أنا حبيت بس أقول هذه الأرقام بوضوح شديد قدام حضراتكم كلنا النهاردة بنواجه التحدي في بس تاني في موضوع الكهرباء إن النهاردة عندنا مشكلة في تخفيف الأحمال وإنه هناك ساعتين للتخفيف وإن أنا عايزة أقول بس نظرياً الناس الأبتصاد حيقولوا لو كان الدعم ده الرقم ده مش موجود والدولة ما تدفعه كانت قدرت تجيب بي مواد بترولية كانت خلاص تدفع بيها الأرقام اللي مطلوبة علشان ما نبقاش نقطع الكهرباء لكن إحنا النهاردة خدنا الإجراءات من على مدار السنة ونص بنتحمل هذه الخسائر وإحنا أو الدعم اللي هو دعم للدولة علشان النهاردة ما نحملش المواطن أعباء كبيرة جداً في هذا الشأن كل دي نقاط لازم نبقى كلنا فاهمينها كأرقام ومحددات الدولة قد إيه شايلة في هذا الموضوع وهنا أنا بتكلم كدولة لأن دي في الآخر أموال المصريين كلهم لكن النهاردة ليس من الأمانة أبداً إن إحنا نفضل سايبين هذه الخسائر تتراكم والديون تتراكم وييجي اللي بعدين يتحملها ويواجه بيها ويبقى عنده ده شيء صعب جداً للتعامل معه أنا حدي مثل آخر أنا بتكلمت فقط على خمس خدمات رئيسية لكن الدولة بتتبع حاجات كتيرة جداً أخرى النهاردة كان معالي وزير الصحة بيكلم إن فطورة الأدوية اللي بتصرف مجانياً للمواطن اللي بيروح أي مستشفيات حكومية وبياخد وبيكشف عليه تقريباً بدون مقابل وبياخد معاه أدوية الفطورة دي النهاردة وصلت 22 مليار جنيه أنا بدي لحضراتكم مثل ده بالإضافة طبعاً لدعم الأسمدة ودعم المية ودعم لبن الأطفال والعديد من الحاجات الأخرى اللي الدولة النهاردة تقديراً للموقف وعارفة كويس قوي وإحنا عارفين وإحنا موجودين وبنلمس نبض الشارع عارفين قد إيه المواطن النهاردة بيتحمل أعباء فبقدر قدرتنا كدولة بنقدر نشيل عنه اللي احنا نقدر عليه نيجي الموضوع آخر دايماً الاقتصاديين والمواطنين لازم يفهموه طيب بالنسبة لخدمات أخرى زي خدمات النقل الدولة النهاردة لما بتيجي تعمل مشروعات كبيرة جداً عشان تخدم المواطن زي متر الأنفاء زي السكة الحديد النهاردة الدولة بتتحمل التكلفة الاستثمارية اللي بتبقى ممكن بتصل إلى عشرات ومئات المليارات للمشروع الواحد لكن المفروض والطبيعي والمنطقي بمجرد ما أنشئ هذا المشروع يبقى المشروع على الأقل وده من الناحية الاقتصادية معروفة للجميع لازم على الأقل يغطي تكلفة تشغيله والصيانته يعني أنا لما بنشئ خط مترو النهاردة الدولة تحملت تكلفة الاستثمارية الإنشاء يبقى على الأقل المرفق يغطي تكلفة التشغيل والصيانة عشان إيه؟ عشان أضمن أن أنا بحافظ على هذا المرفق للمواطن المصري للأبد ومستوى زي ما هو والجودة بتاعت الخدمة بتاعته زي ما هو طيب النهاردة تكلفة التشغيل والصيانة دي بتيجي منين؟ بتيجي من التذاكر اللي أنا بقولها للمواطن عشان يتفحى في مقابل إن أنا أضمن له إن هذه الخدمة تفضل بالنفس الجودة ونفس المستوى إلى مدى زمني بعيد فالنهاردة لما بنتطر إن إحنا نزود أسعار سواء المترو الأنفاء أو السكة الحديد فقط عشان أضمن أن أنا أحافظ على المرفق وأغطي تكلفة التشغيل والصيانة طيب هل الزيادات اللي إحنا عملناها مؤخراً تغطي تكلفة التشغيل والصيانة؟ لا لأن إحنا بقنا تقريباً ثلاث سنوات لم نقم بزيادات لأن ده كان قرار آخر النهاردة خدناه عشان برضو نخفف من الأعباء على المواطن المصري فبالتالي وأعتقد كل الاقتصاديين عارفين هذا الموضوع عشان تضمن كفاءة واستمرار أداء خدمة معينة لازم على الأقل تغطي تكلفة التشغيل والصيانة أنا أتكلم هنا على تكلفة التشغيل والصيانة أنا أحدي لحضراتكم مثل معالي وزير النقل كان من ثلاث سنوات أو أقل دخل لمجلس الوزراء أنه محتاج تلاتين مليار جنيه تكلفة تجديد وصيانة للخط الأول لمترو الأنفاء اللي كان أنشئ من تلاتين سنة بسبب أنه تهالك وأنه أصبح النهاردة غير قابل أنه يستمر والدولة تحملت تلاتين مليار مش أن أنا بنشي خط جديد ده أنا بعمل صيانة لخط قديم كان شغال كان البديل أن أنا لو ما ضخطش هذه المبالغ كان وقف وهو بيخدم ملايين المواطنين طيب ده بيرجعنا للموضوع إيه؟ أنه لو كانت السعر التسكرة محتوط بحيث يغطي تكلفة التشغيل والصيانة الدولة ما كانتش تحمل إضافي على نفس الخط وكان وارد أن المبلغ ده أستخدمه في مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق جديدة أنا حبيت أقول لحضراتكم إزاي إحنا كدولة بنتحرك وإزاي أن النهاردة الأسعار اللي إحنا أو الأرقام الزيادات اللي حصلت مش عشان أقلل الدعم لا ده الدعم زاد بصورة كبيرة جدا على مدار السنة ونص اللي فاته زي ما قلت لحضراتكم للخمس خدمات الرئيسية اللي أنا قلتها اللي هي رغيف الخبز والكهرباء والسولار والتموين والبوتاجاز أنا قفزت من أقل من مئة مليار لتلتمية اتنين واربعين مليار في سنتين كل دول الدولة تحملته طيب الكلام ده النهاردة كل لسان حالة المواطن طيب أنتوا المفروض نعمل إيه ورؤيتنا إيه للفترة القادمة وحنتحرك إزاي في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية اللي موجودة ونسمع كل الحوارات والخبراء اللي بيتكلموا وخليني هنا انتقل لنقطة مهمة لأن المواطن لسان حاله طيب إحنا هنتحمل وبنتحمل معاك وحتى لو أنتوا قلتوا بتزودوا الأسعار ببعض الحاجات وده لازم علشان نقدر نخفف أو نقلس شوية من الفجوة اللي موجودة أنا هدف الحكومة النهاردة إن فجوة الدعم ما تتساعش أنا بحاول بس إن أنا أبقي عليها أو أثبتها ببعض هذه الزيادات لكن نرجوعا لوضع الاقتصاد المصري الدولة مع الإصلاح الاقتصادي اللي تم إحنا أي اقتصاديين حيقولوا إن الاقتصاد بيقيم بتلت مؤشرات دي معروفة في أدبيات الاقتصاد وأنا هشرحها للمواطن البسيط عشان يفهم أي اقتصاد عشان نقول عليه إنه اقتصاد صحي وناجح وجيد بيقاس بتلت مؤشرات التضخم والنمو والبطالة كل ما تقل البطالة كل ما يبقى اقتصاد جايد كل ما يقل التضخم هو اقتصاد جايد كل ما تزيد نسبة النمو هو اقتصاد جايد الاقتصاد المصري مع الإصلاح الاقتصادي والغاية واحد وعشرين كان حقق هذه المعادلة السحرية كنا بنحقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة يعني أداء الدولة لغاية واحد وعشرين كان بيحقق كل هذه المستهدفات طب بعد واحد وعشرين إلا حصل مرة أخرى الأزمة العالمية الخانقة اللي ترتبت مع بدايات التضخم العالمي حرب الروسية الأوكرانية وكل العوامل اللي احنا النهاردة بنواجهها وعرفينها حوالين حدودنا وفي المنطقة وكل الضغوط اللي موجودة النهاردة فبالتالي ده اللي قدى النهاردة إلى أن التضخم بقى بأسعار كبيرة جدا علينا والنهاردة نسب النمو وقلت ولكن الحمد لله الدولة قادرة حتى هذه اللحظة أنها تمسك في موضوع أن نسبة البطالة منخفضة مرة أخرى حيسألنا وبيكلم الاقتصاديين وإحنا بنقعد مع كل خبراء الاقتصاد في جلسات كثيرة جدا لنقاشات كيف نستعيد مرة أخرى المصار الإصلاحي ويعود مرة أخرى لإقتصاد المصري وإمتى الاقتصاد المصري أو أي اقتصاد حيعتمد في عمليات الإصلاح على ثلاث خطوات أو محاور سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية سياسة المالية اللي بتختص بيها الحكومة وتحديدا وزارة المالية إنها إزاي تبص وتتحكم في الدين بتاع الدولة وإزاي ترشد الإنفاق الحكومي الدين بتاعنا إحنا كنا وصلين مرة أخرى قبل 21 إن إحنا كان الدين بتاعنا مصاره النزولي بصورة كبيرة جدا وكنا مستهدفين سنة 2021 إنه ينزل عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي طبقا للمعايير الصحية لما يبقى في دولة نسبة الدين أقل من 75% ده اقتصاد سليم وصحي وقادر إنه ينطلق وحينموا بصورة كبيرة جدا مصر كانت على بعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع مرة أخرى قدر الله ومشاء فعل حصلت الأزمة تضخم كبير الدولة استوعبت جزء من كبير من هذا التضخم زودنا الدين في صورة زيادة الدعم الكبير اللي حصل عشان ما نحملش كل دعا المواطن رجع التاني مؤشرات الدين للزيادة آخر سنة رجعنا تاني اقتربنا من 95% من نسبة الناتج ومع ذلك الدولة حتى النهاردة خطة واضحة جدا لمصار خمس سنوات قادمة إن إحنا ننزل تدريجيا إلى مدونة 80% بنهاية الخمس سنوات بإجراءات واضحة جدا ومحددات إزاي نزود إرادتنا إزاي نقلل مصروفاتنا وخطط بتفاصيل كثيرة جدا 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 النهاردة حطنها لنفسنا في هذا الشأن المحور التاني السياسة النقدية ودي اللي بيختص بيها البنك المركزي وشغل الشاغل لبنك المركزي ويمكن الناس كتيري أو ما تعرفش هذا الموضوع كيف نكافح التضخم وكيف نقلل التضخم وليه آليات كثيرة جدا البنك المركزي منها سعر الفايدة وسعر الصرف ودي كلها آليات مش غايات ولازم نبقى فاهمين هذا الكلام الهدف الرئيسي التضخم إنه ينزل طب النهاردة إحنا بنتشتغل مع البنك المركزي بتنصيق كامل هناك لقاءات إسبوعية بتتم مع السيدة المحافظ ومع كل الزملاء الوزراء بهدف إن إحنا حطين عنا إن شاء الله إن باعتبارا من عام 25 يعني العام القادم نرجع تاني بالتضخم إلى مدونة العشرة في المية فده بالتالي يحسن كل مؤشيرات الدولة دي إجراءات البنك المركزي هو اللي بيودرها بتنصيق كامل مع الدولة البند التالت الإصلاحات الهيكلية يعني إيه إصلاحات هيكلية إن إحنا نستمر إن يكون الاقتصاد المصري قادر على مقاومة أي صدمات عنيفة بتحصل وده بيحصل من إن أنا أركز على قطاعات الاقتصاد المستدامة اللي ما بتتأثرش واركز إزاي إن أنا نميها قطاعات زي الصناعة الزراعة المشروعات الإنتاجية إزاي إن إحنا نساعد في هذا الموضوع الدولة المصرية على مدار السنة ونص اللي فاتت عملت مجموعة كبيرة جداً من الإصلاحات في مجموعة حوافز في تغيير قانون استثمار مجلس أعلى الاستثمار بقراراته بالعديد من النهاردة الإجراءات اللي النهاردة بقت بتيسر الإجراءات الرخصة الزهبية تيسير الإجراءات للحصول على كل الأراضي وكل الكلام ده ما زال قدامنا مجال ما زال قدامنا مجال الجزء التاني وسيقة سياسة ملكية الدولة اللي طرحتها الدولة وأعلنت عنها وبدأت في تنفيذها موضوع التروحات اللي من خلاله أنا أنا مش ببيع وصول الدولة لكن بالعكس أنا بدخل معي قطاع الخاص شريك ويبقى هو قادر على الإدارة الأفضل وقادر قادر إن هو يجيب عوائد أفضل وبالتالي الدولة تستفيد وبمكن القطاع الخاص من حسن الإدارة والتشغيل وهدفنا كله مع العديد من القطاعات القطاع الخاص الصناعية والإنتاجية إزاي نزيد من مساهمتهم في الاقتصاد المصري بحيث يكون فعلا الاستثمار الخاص أكتر من 65% من جملة استثمار الدولة في خلال الأربع أو خمس سنوات القادمين ده الإصلاح الحقيقي اللي إحنا بنتحرك عليه للدولة المصرية نعي تماما نحن قدامنا علشان نتجاوز الأزمة اللي موجودين فيها قدامنا 24 وجزء من 25 عشان نتجاوز كل الأزمات اللي موجودة ونتعافى ونرجع تاني إلى ما كنا عليه في سنة 2021 أنا عايز أنهي كلمتي بشيء مهم جدا مصر دولة كبيرة مصر 105 مليون مواطن بالإضافة إلى 9 مليون ضيف معنا إحنا بنتكلم على دولة قوامها 115 مليون مواطن كل مواطن فيهم له الحق في خدمات وسلع ومنتجات وفرص عمل وجودة حياة موضوع جودة الحياة أنا حابب بس أقول لحضراتكم رقم إحنا كنا في أول هذا الإسبوع بنسلم بعض عقود شؤة الإسكان سكن كل المصريين لعدد من الشباب ومحدود الداخل إحنا وصلنا لمليون وحدة سكنية من سكن كل المصريين تكلفتهم على الدولة 400 مليار جنيه مصري أكتر من 50% منهم دعم رايح للمواطن اللي بياخد هذه الشقة ده برنامج شديد الأهمية ده غير 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق الغير أمنة والعشوائية تحملتهم الدولة بالكامل بكل تكاليفهم اللي تجاوزت 120 مليار جنيه كل ده الدولة عملته كبرامج للمواطن البسيط فبالتالي رجوع عن مرة أخرى إحنا كل عندنا تحدي مهم جدا لازم كل مصري يعرفه إذا كنت النهاردة عايزة تحل لمشكلة الكهرباء المشكلة إن كل سنة الطلبات بتزيد لإن كل سنة بيتضاف لتنين مليون مواطن جدد فالفاتورة بتزيد والإحتياج بيزيد وبالدولة بتجري عشان تلاحق عايزة تحل التراكم اللي قبل كده ولكن بتوجابه بإن داخل اتنين مليون مواطن إضافي عشان كده دايما زي ما سيادة الرئيس بيتكلم إحنا كلنا مع بعض إن إحنا نواجه الأزمة وحنخرج منها إن شاء الله وزي ما قلت لحضراتكم الخطة موجودة لمدى زمني قصير والمدى زمني إن إحنا نستمر مرة أخرى في معدلات النموة بتاعنا للخمس ست سنين ما بعد الخروج من الأزمة خطة واضحة بمستهدفات واضحة اقتصادية عشان نتحرك في هذا الشأن الأهم إن المواطن يبقى يعي تماما إن اللي إحنا بنعمله النهاردة وإحنا بنزود جزئيا أسعار بعض السلع أو الخدمات الأساسية إحنا كل اللي بنحاول نعمله إن إحنا فقط نخفف من حجم الأعباء المالية اللي زادت بصورة كبيرة جدا على الدولة واللي النهاردة استمرارها مش ممكن هيكون صحي أبدا على الاقتصاد المصري وبنتكلم هنا على مدى قصير كل هذه المشاكل ستبقى ممكن لقدر الله تمفاجر في وشنا أنا حبيت إن أنا أحط هذه الصورة لكل حضراتكم ومرة أخرى كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وإن شاء الله هذا العام يحمل كل الخير والبركة لكل مصر بإذن الله شكرا لحضراتكم